يعني اتكلمنا مع حرككم في بداية الحلقة عن رفع السلطات المصرية من مطار قاهرة الدولي للقيود الموجودة على السفر لدخول القادمين من الخارج وده طبعا لتسهيل وتيسير إجراءات دخول المسافرين للعمل على انسابية الحركة الجوية وده بعد ما أعلنت وزارة الصحة الغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين والأجانب وعدم اشتراط تقديم شهادات بتوفيد تلقي لقاح فيروس كورونا وهو معروف بالPCR طبعا تفاصيل كثيرة قوي عن الموضوع ده هنعرفها من دفنا اللي منورنا في الستوديو النهاردة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة منورنا يا فندم صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا فندم يعني دي من أحلى الحاجات اللي احنا سمعناها من فترة كبيرة قوي لكن خلينا نفهم من حضرتك أكتر ده معناه إيه؟ هل معناه أن ما بقاش في فيروس كورونا؟ هل معناه أن معلوماتنا عن الفيروس بقت أكتر؟ المص لعمل مناعة كويسة حدة الفيروس ما بقتش زي الأول؟ معناه إيه القرار ده؟ الحقيقة أنه واحدة مهمة جدا من الرسائل اللي بيحملها القرار اللجنة العالية لمكافحة أزمة كورونا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعينيين والدكتور خالد عبدالغفار وردير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال ودير الصحة والسكان أن الدولة لا تتحرك إلا وفق معلومات ودراسات وأبحاث موثقة ومدققة وبالتالي فكل قرار بتاخد الدولة في المجال الصحي بيبقى الهدف منه هو الحفاظ على الصحة العامة ومبني على أدلة بحثية وعلمية وبالتالي لما زادت معرفتنا أكثر بالفيروس بطرق انتقاله لما بقى في دراسة متعمقة للوضع الوبائي العالمي والوضع الوبائي في مصر لما ارتفعت معدلات التطعيم في مصر بشكل حق نوع كبير من المقاومة والمناعة المجتمعية لما دراسة التحور اللي حصل مع الأوماكرون وبقى معروف أنه بيسبب أكثر إصابات للجهاز العلوي التنفسي وأنه تأثيره على الرئة بقى أقل ما يمكن كل ده يساوي في نظر الباحثين والمختصين أنه يمكننا أن نتخفف من القيود التي كنا نلتزم بيها قبل كل المتغيرات اللي حصلت دي فإحنا بنتحرك بشكل ديناميكي متحرك متابعة لصيقة جدا ودراسة لصيقة جدا وكل ما بنحقق نجاحات في معدلات التطعيم وخلق المناعة المجتمعية كل ما بقى بيدينا أريحية أكبر أنه نعود بالأوضاع إلى ما كنا عليه قبل انتشار الوباء طيب دكتور يعني ده بيأكد وبيعظم من أهمية التخطيط تحديدا المبني على المعلومات والأسس المنهجية السليمة في البحث العمي لكن بالنسبة لرفع القيود عن القادمين من الخارج الفكرة الخاصة بما بقاش مطلوب منهم بي سي أر ده للمصريين أو لأي أجنبي وافد لمصر أما عن المصريين في الداخل هل مازال تلقي لقاح فيروس كورونا أمر حتمي ولا لا لأن بعض الناس اللي بتسمعنا للوهلة الأولى كده يلاقوا اللي احنا رفعنا الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا ممكن يقول خلاص أصبح دلوقتي في مناعة لدى الجميع وأصبح الفيروس أقل حدة أو شدة في التعامل مع مناعة الجسم فخلاص مش هناخد التطعيم فعاوزين نأكد على ده الحقيقة أننا ما كنا لنصل إلى هذا الإجراء لو لا وجود اللقاحات وأن التطعيم ما زال هو خط الدفاع الأول والتاني والتالت ضد الإصابة الشديدة وضد ارتفاع معدلات الوفيات وأنه بعد ظهور التطعيم وثبوت مأمونيته وانتشاره بقت الجائحة هي جائحة غير المطاعمين فإذا كنت أنت عايز تكون ممن يعانون من الجائحة يبقى خليك في صف غير المطاعمين لكن التطعيم هو الوسيلة الآمنة الفعالة لتقليل شدة الإصابات ولتقليل معدلات الوفيات وما زال التطعيم إلزاميا مش بس لتحقيق الصحة العامة ده كمان لتحقيق صحتك وصحة كل من تحب دكتورا إحنا وصلنا لفين؟ الموضات دلوقتي عاملت زي في مصر يعني هل إحنا عندنا صفر حالات كورونا ولا لسه في حالات بتظهر مستشفيات العزل لسه موجودة هل لسه الموقف صعب شوية ولا لا؟ خلينا أقولها هيك أن إحنا استراتيجيتنا لم تعد صفر حالات لكن استراتيجيتنا بقت صفر احتياج لدخول المستشفيات وصفر وفليات والحمد لله إحنا حققنا جزء كبير جدا من ده إحنا معدلات دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة معدلات الوفيات والحمد لله في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة مستشفيات العزل تقريبا لم يعد لدينا مستشفى مخصصة للعزل لكن بقى عندنا أقسام للعزل في حال حصول أي إصابات وتحتاج لدخول المستشفى والحمد لله إحنا بيعدي علينا أيام كثيرة جدا خلال الأسبوع بيبقى معدل دخول المرضى في مستشفيات أو في الأقسام المخصصة للعزل صفر تقريبا فالحمد لله الاستراتيجية اللي بتقول أنه الهدف هو أن الناس ما تدخلش المستشفى أنه بيبقاش فيه وفيات دي ناجحها بشكل كبير جدا نعم ولولا الاستراتيجية دي ما كناش وصلنا للإحنا وصلنا لله ولولا التطعيمات وحملات طارق الأبواب يعني احنا شغالين في حملات طارق الأبواب في التطعيمات والمرور من بيت إلى بيت يعني القاهرة لسه كانوا سادة دملاء في محافظة القاهرة بيكلموني على الحملة اللي طلقت في محافظة القاهرة يكلموني في 1600 فريق منتشر في القاهرة لتطعيم كل ما انتخلف عن التطعيم وصلنا نسب التطعيم بقى الحد بالوقت يعني احنا بقى عندنا رقم يقرب من الستة وتلاتين مليون مطاعم تطعيم كامل ده بالجرعات التعزيزية أو التنشطية لا التنشطية عندنا رقم يقرب من الاربعة ونصف مليون تقريبا قدوا الجرعات الثالثة لكن انا بكلم على من تلقى كامل التلقيح سواء كان جرعتين في اللقاحات اللي بتستوي جرعتين أو جرعة في اللقاح اللي بيستوي جرعة 36 مليون ده رقم فوق 65% من الفئة المستهدفة أنا هنا عاوز اسأل حقيقة على حاجة بمناسبة يعني اللي احنا قلنا 4.5 مليون تقريبا اللي هم اللي أخذوا الجرعات التنشطية أو التعزيزية ويمكن من وقت للتاني وزارة الصحة مشكورة بتعلن عن توفر جميع أنواع اللقاحات للتلقية تحديدا التنشطية في بعض المواطنين لازم نستغل برضو وجود حضرتك ما أنا بعض المواطنين بيقولك أنا أخذت الجرعاتين مش محتاج أو لستوا في احتياج لي الجرعة التالتة التنشطية أو التعزيزية هل هنا في حالة تلقي للجرعاتين ده كافي بالشكل التام ولا لابد من جرعة تنشطية ومدتها دي يعني هل هفضل كل 6 شهور أخذ جرعة تنشطية ولا الثلاث جرعات فقط طيب خلينا أقولها هيك أن المناعة التي يخلقها أو يسببها اللقاح في الجسد تختلف بأنواع اللقاحات في لقاحات أنت محتاج جرعة واحدة مدى الحياة دي الحمصفرة مثلا بتاخد جرعة واحدة وتستمر مدى الحياة في لقاحات تانية المناعة التي تخلقها بتبقى لفترة أقل سنة 6 شهور 8 شهور فحتى هذه اللحظة الدراسات بتقول أنه اللقاح يخلق ممنعة قوية ما بين 6 شهور إلى سنة وبالتالي فإنت بعد الـ 6 شهور بيبقى منعتك قلق واحتمالية تعرضك لإصابة شديدة أكبر فالجرعة التنشطية مهمة جدا بعد 6 أشهر فيما كان سنه أقل من الـ 60 أو 65 سنة واللي عنده أصحاب الأمراض المزمنة اللي سنهم فوق الـ 60 أو الـ 65 سنة بياخدوها بعد 3 شهور طيب هل هنستمر في سلسلة الجراءات المنشطة 4 أو 5 أو 6 أو 7 إلى نحية لا يبدو أنه هذا الإجراء المرجح لكن حتى هذه اللحظة الدراسات بتشير إلى احتمالية أن يكون اللقاح موسميا زي اللقاح الإنفلوانزا كده أنه كل سنة بناخد اللقاح والحمد لله اللقاح آمن ومأمون الدولة بتوفره بالمجان بخلاف لقاح الإنفلوانزا فالحمد لله ده بقى عندنا لقاح وبقى عندنا علاجات فموية كل ده لما بدأت الأزمة وهنا اللقاح ده يبقى بيغني عن لقاح الإنفلوانزا؟ لا ده حاجة وده حاجة ده فيروس وده فيروس لكن في دراسات دلوقتي أو في شركات بتجري دراسات على عمل لقاح مركب من لقاح الإنفلوانزا ولقاح بالنسبة بالإجراءات الاحترازية يعني هل إحنا النهاردة محتاجين نبقى أنا مش هقول إن إحنا نخسل إدينا بالصابون لأن ده خلاص دي بقت حاجة لازم كده كده حتى لو ما كانش فيه كورونا كان لازم تبقى بتحصل بس خلينا تكلم عن التباعد الاجتماعي عن يمكن ارتداء الكمامات هل الإجراءات الاحترازية التي كانت موجودة في ساعة كورونا أكيد قلت كده كده لكن هل مكملين فيها ولا خلاص طيب خلينا أقول لك أنه من المهم جدا أنه يستفرق ما بين ما تلزم به الدولة مواطنيها بقرارات وما بين ما يلتزم به المواطنون من إجراءات للصحة العامة فالحقيقة أن التباعد الاجتماعي ده شيء عظيم جدا ومن المفروض أن يستمر قبل بعد أثناء بكورونا من غير كورونا لازم يكون فيه مساح سقفت المصريين بيحبوا اللمة يا دكتور اللمة دي أثبتت أنها ضرة لصحتهم وبالتالي يمكن واحدة من الفوائد اللي الناس لازم تستفيد منها بعد تجربة كورونا أن التباعد الاجتماعي ده مفيد للصحة العامة مفيد للصحات الشخصية والحقيقة مفيدة كمال للصحة النفسية ارتداء الكيمامات في الأماكن المغلقة والضيقة دي ممارسة صحية جدا والحقيقة أنه فيه شعوب كانت بتعمل ده قبل الكورونا وإحنا باعتورنا دولة دات مقصد صياحي كانوا كنا بنشوفهم وهم جايين في المطارات في الأماكن المزدحمة بيرتدوا الكيمامات فارتداء الكيمامة في أماكن للضحام الأماكن قليلة التهوية ده سلوك صحي قوي التباعد الاجتماعي سلوك صحي قوي لا أعتقد أنه فيه حد بيماري أو يختلف على أنك تغسل إيديك كل شوية ده محتاج إلى إلزام حكومي ده فشخصية يعني فالحقيقة أن الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكورونا هي إجراءات صحية سليمة وينبغي أن تتحول إلى قناعات وعادات مش مفروضة فقط بإقرارات ملزمة من الدولة دكتور حريكي تكلمت على نقطة مهمة قوي وهي الصحة النفسية بعد كورونا لقينا إحصائيات كثيرة قوي بتقول أن المرضى اللي بيطلعوا من كورونا بذلك كانوا في سفير يعني دور بتاعهم سفير شوية أو قوي شوية عندهم سواء حالة نفسية صعبة أو جسمهم مرجعش تاني زي الأول المتلزمة ما بعد كورونا يعني وزارة الصحة تتعابل معها يعني كورونا طويلة الأمد اللي هي على الأقل بتظهر أو تستمر أعراضها بعد ثلاثة أشهر من التعافي وما بيقاش في أسباب واضحة تبرر هذه الأعراض إحنا سواء في وزارة الصحة أو في المجلس أعلى المستشفى الجامعية والجامعات عندنا عيادات مخصصة لمتلزمة ما بعد الكورونا لأنه بتحتاج إلى مجموعة من التخصصات أنت ما بيبقاش عندك شكوى واحدة ممكن تبقى الشكوى من القلب شكوى من الجهاز العصبي شكوى من الرئة شكوى حتى من التعب شكوى من التغير الحالة النفسية فعلى المستوى العيادات عندنا الحقيقة الأمانة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة قايمة بيوجود كبير جدا في التعامل مع متلزمة ما بعد الكورونا ومش بس من خلال العيادات لكن احنا كمان أطلقنا منصة إلكترونية للاستشارات النفسية انت مطلوب منك تدخل وتتكلم من خلال المنصة وفيه برضو من خلال المنصة فيه تواصل تليفوني للناس اللي مش عارفة تستفدم الموقع الإلكتروني وهتلاقي متخصصين بيردوا عليك وإذا احتاجت لزيارة هيقولوا لك تعال لنا نشوفك فالحقيقة أن هناك جهد دائم ومستمر من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع متلزمة ما بعد الكورونا أو كورونا طويلة الأمد ومن المستشفات الجامعية والمجلس أعلى المستشفات الجامعية يمكن فيه مشكلة كبيرة أيها دكتور كانت بتتعرض لها وزارة الصحة تحديدا أثناء بداية الجائحة وللأسف مع بداية الجائحة تحول يعني الغالبية العظمى إلا من رحم ربي من المصريين كخبراء وأسذة ومنظرين ويعني مهتمين بالشأن وقدروا الأم يحللوا وإزاي ولأ تعامل مصر في ملف جائحة كورونا هو تعامل غير جيد وخاطئ تمام لكن الحمد لله بصبركم وعزمتكم والعمل والإرادة أثبتوا للجميع وقدرتوا لأنتم زي ما نقول كده أخرصتم جميع الألسنة من خلال التعامل بحرفية شديدة والحق يقال يعني مع هذه الأزمة تحديدا وشفنا كبريات الدول العالمية اللي عندها يعني منظومة صحية وطبية كانت بتنهار في أمام هذه الأزمة إيه الدروس المستفادة اللي قدرتوا لأنتم تخرجوا بيها من خلال التعامل مع هذه الأزمة علشان تكون منظومة الصحة في مصر قدرة على التعامل مع أي معطيات خارجية أو أي فيروس طارق قد يعني يتعرض له المجتمع في وقت من الأوقات وتحديدا ملف الأسرة في الرعاية الصحية طيب خلينا أقولك أنه من أهم الدروس المستفادة هو التخطيط الجيد واستخدام المتوافر من المعلومات بشكل مثالي أنت في بداية الأزمة كان عندك نوع من عدم اليقين عدم اليقين بما هو الفيروس كيفية انتشاره ماذا تفعل هنعالجه إزاي كل هذا ما كانش أنت بس كوزارة الصحة مصرية أو كدولة مصرية كالعالم كله عنده نوع من هذا اليقين ولهذا كان تخطيط توجيه القيادة السياسية وتخطيط الدولة أن أنت بتستعد لكل سيناريو أيا كان السيناريو فأنت مجهز نفسك لي وشوفنا أثناء تفقد السيد الرئيس لي المجمع اللي كان فيه عدد كبير جدا من الأسرة والحمد لله ما لجأناش والناس تساءلت هل ده معناه أننا عندنا هذه الأعداد والمستشفات مش كفية الحقيقة لا الحقيقة ده ما كانش عندنا بدليل أن احنا ما استخدم نهاش لكن ده كان مهم جدا وأنت النهاردة تقوم على مقاليد الدولة ما ينفعش ما تبقاش مستعد ما ينفعش ما تبقاش جات ما ينفعش نشوف المنظر اللي شفناه في دول أخرى الناس مرمية في الشوارع بتتخانق ومش لاقيها مكان في المستشفيات وده حصل في دول أكثر منا تقدما في النظام الصحي ونكون منصفين برضا يا دكتور ربما يكون حدث في بعض المستشفيات الفردية هنا في مصر لكن ما كانش بالشكل الفج يعني ما كانتش ظاهرة أنه الدولة غير قادرة ممكن تبقى في مستشفى ساعاتها اللي ساعية زادت لكن الدولة بتتحرك لمستشفى تانية أوارد طبعا في أي وقت من الوقت أنه يبقى في ضغط على مستشفى فالمستشفى باش فيها مكان لكن الدولة فيها مكان لكن المحافظة فيها مكان لكن المستشفيات الدولة قادرة على استيعاب ده وفي نفس الوقت قدرنا أن احنا نعمل مستشفيات ميدانية وفي وقت سريع جدا جزء مهم جدا توفير سلاسل الإمداد النهاردة التخطيط الجيد خلى يبقى عندك لجنة أزمة كل المتخذي القرار موجودين في هذه اللجنة أنت بقيت شايف بشكل واضح جدا حجم الإمدادات اللي موجودة عندك من الأدوية والأجهزة السيد الرئيس واجه بوضوح سريعا كده أنه يبقى عندك مخزون استراتيجي من أجهزة تنفس الصناع مكانش فيه دولة بتعمل كده لأنه كان فيه إشكالية في الحفوظ دولة المصرية دكتور عملت مجهود ما شفناهوش في الحقيقة في أي حاجة تانية طبعا قبل ما انسى مش قادر أنسى شكر وتقدير للطاقم الطبي والفريق الصحي الحقيقة جيش مصر الأبيض بردو ده خير ختم لنا للأسف عشان ما عادنا مع موجز التاسعة في الحقيقة وطبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وكل الشكر والتقدير والعرفة لجيش مصر الأبيض دكتور حسيمة بنفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصري بنشكر حياة كفاء أن ما لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر